ونبدأ كده ونسمي الله ونجيب معانا ربع كيلو سمسم حوالي كبايتين اتنين يعني هما كبايتين لاتنين دول ربع كيلو سمسم وكباية من الزيت بنفس مقدار الكباية اللي احنا هنعمل نعير بالسمسم هو نفس الكباية اللي هعمل هعير بالزيت طبعا هنبقى معانا كبايتين هاخد كباية واحدة بس هحمصها وكباية تانية مش هحمصها وهقول لكم ليه دلوقتي هحمر واحدة واسبت تانية نبدأ كده ونولع على نر نواطي النار بالراحيتنا خالص على المتوسطة عشان السمسم ما يتحرقش مننا يدوبك يحمر او ياخد لون بس وطبعا هنا انا عملت كباية واحدة ليه وسبت التانية سبت التانية عشان انا عايزة طعم التحينة بتاعتي يبقى واخدت طعم السمسم المتحمص وطعم السمسم الني في نفس الوقت يبقى معانا كده طعم التحينة بتاعت زمان التحينة اللي احنا كنا بنجيبها كده من عند السرجة والحاجات اللي بتاعت زمان دي حاجة كده والله العظيم هتجربوها وهتدعولي ولازم ان تانينا وقفين جنب السمسم بتاعنا بتقليب مستمر هياخد معانا اللون بسرعة يعني مش عايز السمسم يتحرق مننا خالص عايزة كله يبقى بنفس اللون ونفس الدرجة بالشكل ده واللون بدأ يبان حمره هتديله كمان شوية على النار وإيدي برضو فيه عشان بس ما يتحرقش بتعمه ويغير عشان طحنا بتاعتنا تبقى تعمها ورحتها حاجة جميلة جدا وهنا الزيت اللي احنا نشتغل به يستحسن يكون بنوع زيت كويس مش زيت التموين لان زيت التموين اصلا بيبقى فيه ريحة كده مش مظبوطة فاحنا خلي زيت التموين ده للالية والحاجات اللي هي مش هيبان فيها الطعم قوي يعني الطحينة يستحسن يكون زيت كويس خلاص كده اللون حمر معايا هستكفى به على كده ويكون معايا بولا بقى تانية فاضية كده جيب فيه اجبها وقلب كوباية بتاعتي المتحمصة وطبعا اقلبها على طول ما سبهاش في قلب الطاصة لان لو سبت السمسم في الطاصة هيحمر زيادة لان هو هيتالنه ياخد سخونية من الطاصة الطاصة هتدي له حرارة فطبعا افضي كده وقلبه على السمسم بتاعي اللي انا محمرتوش هيدفوا الاتنين مع بعض بالشكل ده اخدهم بقى في الكبه او في مسحنت الخلاط عادي خالص لو مش موجود كبه هنعملهم في مسحنت الخلاط بس صراحة الكبه بتنجز فهعمل فيها كده في البداية هنعم بها شوية وبرضو مش هكمل فيها يعني انا مش هخلص كل الناعم كل الدرجة اللي انا عايزها في قلب المسحنة مش هتنفع مش هتنعم معايا اللي انا عايزها بس انا كده هديها ضربتين لحد ما حست ان هي ايه السمسم حتى لو كان نقص نص الكمية عشان برضو ما ياخدش معايا وقت كتير في المسحنة وهروح انا اعمله في المسحنة وارجعه معاكو تاني ووريكو شكله طبعا بعد يعني لازما اهم خطوة هنا ان احنا نطحانه كويس جدا يبقى اصلا شكله ادى على انه طحينة من غير ما نحط على زيت ومن غير ما نحط على حاجة يكون اتصحن معانا مية في المية لان ده بيفرق معانا في طعم الطحينة وشكلها اصلا لو احنا مضربناش السمسم كويس مش هتبقى الطحينة معانا كويس كده خلاص انا خدته من الكبه بتاعتي ودربته في مسحنة الخلاط وهو تبقى ناعم جدا يعني لو انا اصلا حطيت عليه شوية زيت هو هو شكله كده طحينة بس طحينة مسكة نفسها شوية كده اجيب بقى خلاط عادي خالص يعني انا استخدمت المسحنة ممكن تبقى من البداية استخدمي المسحنة بتاعتي الخلاط بس هو يعني ايه المسحنة طبعا بتبقى صغيرة ما بتاخدش كمية كبيرة فبالداء شوية فاعمل فيها حبة حبة كده براحتي وانزل بنص كوباية الزيت بس اضربها كده درب الاول بحيث اخلي الزيت بتاعي لونه يبيض عشان يدي معانا الطحينة الشكل الابيض اللي احنا عارفينه ويبقى حاجة جميلة دربتها ضربتين بس الزيت اللونه غير وبقى ابيض انزل بكل كمية السمسم اللي موجودة معايا بشتريقة دي ونص كوباية الزيت التانية انا هنزل بيها على الخلاط بتاعي سرسوب صغنا كده وهو الخلاط شغايا بس مشاء الله التحينة هتعجبكو جدا يعني ياريت تجربوها وتقولولي رأيكو فيها كده خلاص دربت شغلت الخلاط ونزلت كده بسرسوب صغير كده من الزيت عليها من فوقه هو اللي خشغال وممكن تقليل كمية الزيت لو انت عايزة التحينة تبقى تقيلة اكتر من كده بس هي كده حلوة زي ما احنا بنشتير علبة التحينة الجهزة والله العظيم مرحتها هنا يعني مشاء الله عليها من وهنا لسه بعمل السمسم ريحتها بدأت تفوح كده وحاجة جميلة جدا خلاص درب كده سريع وهاجب البطرمون بتاعي طبعا غسله معكما كويس ونزل بتكمية التحينة بتاعتي وهي طبعا لسه سخنة يعني هي شكلها مرأة شوية لان هي سخنة السمسم سخنة والدرب في الخلاط بيسخنها وانا ما استنتش عليها بس هي ما شاء الله عليها ما هتقعد شوية هتتقل كمان حبة عن كده والله وطعمها جميل جدا يعني ما شاء الله ما حدش يعرف يفرق ان احنا عاملينها في بيتنا خالص بس كمان يعني رحتها وطعمها احلى من اللي برة بكتير يعني ان اللي يقول لك نوع تحينة فاخر مش تحينة اللي احنا بنجيبها اللي هي شكل كده وخلاص ما شاء الله عليها طعم وريحة جناني يعني ما شاء الله عليها جميلة جدا ويا ريت لو عجبتكو تحينت النقاردة ما تنسناش في اللايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان اقدر انزل لكم وصفات تانية كتير بحبكم في اللي احلام تابعين وانا